المواشي تزاحم المارة في شوارع العراق مشاجرة بين الشرطي ورجل مرور في بغداد انطلاق فعاليات مهرجان الربيح في الموصل والمزيد في هذه الحلقة من يو تريندينج ابقوا معنا اهلا بكم محليا نبدأ مع الفيديو الاكثر تداولا واللي اظهر احتراق مدرسة في قضاء التاجي شمال العاصمة بغداد الحريق مشاهدين لم يكن بسبب حادث او شيء من هذا القبيل انما هو حريق متعمد بفعل طالب بسبب عدم شمولة بالامتحانات الوزارية شاهدوا معي هذا الفيديو اشتركوا في القناة تعليقات غاضبة كثيرة جاءت على هذا الفيديو ومطالبات ايضا بمحاسبة عن الفعل نبراز صادق قال اذا اردت ان تهدم امة اهدم التعليم وانشئ جيل جاهل غير متربي تربية صحيحة لا ببيته ولا بالمدرسة ومن يزعل يحرق الامة هزولت ابو مشتبى العامري استهتار ولا يوجد رادع ولا حساب اي مواطن صغير كان ام كبير مستحيل الجرى يتطاول على اي مكان عام لو يعرف وراء عقاب كيف لو كان مدرسة هيبة ناصر قال ما ظلت هيبة لا للمدرسة ولا للمدرس وكل القيم الاجتماعية للأسف الحضرة لأسوأ شيء ممكن نتخيله او نشوفها هذه كانت مشاهدين بعض التعليقات اللي جاءت على الفيديو اللي شاهدنا ننتقل الى موضوع اخر ظاهرة انتشار المواشي داخل المدن والاحياء السكنية ازدادت بشكل ملحوظ في السنوات الاخيرة وفي كل فترة تنتشر مقاطع فيديو تعبر عن استياء المواطنين من هذه الظاهرة وعن عدم وجود حلول فعالة لها من بين هذه المقاطع اللي تم تداولها اليوم فيديو من مدينة أربيل يظهر احتراض وغضب مواطنة طالبت بوجود حلول هذه الظاهرة غير الحضارية الفيديو علاقة تفاعل كبير بين المتابعين الذين اكدوا تكرار تلك المشاهد ايضا في مناطقهم السكنية لنشاهد ترجمة نانسي قنقر إليكم أيضا المشاهدين أبرز التعليقات اللي جاءت على هذا الفيديو في فيسبوك كتب محمد عبدالله من وين تعرف التمدن والتحضر منو تشوف انت والأغنام تمشي بشارع واحد وأصلا معاقضين الشارع كله لهم تعرف انت لا متمدن ولا متحضر انت عايش في فوضى ميساء البياتي قالت مع الأسف بكل مكان في العالم حتى الآن للريف جمالة وأجواء الخاصة وللمدن طبعها وعمارها وطرازها لكن بوقتنا الحاضر عادي جدا في نفس المكان واللحظة أكو سيارة تك تك وبقرة سامر حسن قال في تعليقة أكيد ظاهرة غير حضارية لكن من المهم النعي أن المدينة هي من اشتاحت الأرياف وليس العكس دون وجود تخطيط صحيح لإنشاء مناطق جديدة من هذه التعليقات ننتقل الآن إلى فيديو أظهر شجار عنيف بالأسلحة البيضاء والتواثي في مدينة راسدوميز بمحافظة كاركوك موسيقى 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 مشاجرة أخرى أحدثت ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي وهذه المرة من بغداد المشاجرة حدثت بين شرط مرور ومنتسف في الشرطة الاتحادية دون معرفة أسباب هذا الشجار موسيقى 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 اشتركوا في القناة بعد الضجة اللي احدثها هذا الفيديو اصدرت محكمة قوى الامن الداخلي حكما بالسجن سنة ونصف لشرطة المرور واخراج ايضا من الخدمة طيلة فترة السجن وايضا تغريب منتسب الاتحادية غرامة مالية قدرها 200 الف دينار علاق من هذا الفيديو مشاهدين اللي تصدر لترند العلاقي ننتقل الى موضوع اخر ايضا انتشر بشكل كبير علاقيا وهو خبر او موضوع تنازل قبيلة بنيسكين في البصرة عن حقها في حادثة دهس تلاميذ في منطقة الهارثة قبل اكثر من اسبوعين وقدمت مبلغ مليوني دينار ايضا لسائق الشاحنة بسبب ظروف المادية الصعبة لا قد تنازل العشيرة اشادة شعبية واسعة حيث اكد معالقون على ضرورة تسليط الضوء على هذه المواقف العظيمة والتي تعبر عن روح التسامح بين ابناء البلد الواحد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تعليقات كثيرة شهدت بهذا الموقف اكرم عزيز قال العفو عند المقدرة من شيم الكرماء بارك الله فيكم موقف مشرف ياريت يحتذا به لأن كثير من الحوادث تقع عن غير عمد وهذا قضاء الله وقدر عدي البصري كرم شجاعة لأن فعلا من تعرف ملابسات الحادث تكتشف ان المتوفين مساكين مالهم ذنب والسائق ايضا مسكين وغير مدمن اما عبدالله جبور فكان الى رأي اخر قال فيه موقف مشرف لكن مع محاسبة السائق لأن هذا التنازل يجعل بعض السائقين اكثر استهتارا واستخفافا بارواح الاخرين هذه كانت ايضا مشاهدين بعض التعليقات اللي انجعت على الفيديو اللي شاهدنا الان ننتقل الى فيديو اثار اعجاب المتابعين لرجل من مدينة الناصرية يتحدث بفخر وسعادة عن مدينته في الفيديو تفاعل الرجل بحماس مع سائحة يونانية تتجول في شوارع المدينة موجهة لها اسئلة حول تجربتها في زيارة الناصرية الفيديو لاقص تحسان كبير من المتابعين اللي عبروا عن سعادتهم باستقبال سائحين معبرين ايضا عن فخرهم بالتراث الحضاري والثقافي العراقي العريقة اصدقائي مع الناصرية الحبيبة ومع سائحة جميلة من اليونان سلام عليكم هاي دون، سلام عليكم هل تحدثون ماذا قالوا یا انجلسة؟ ذو هل نين بملك هل نتزاريزة؟ نعم ما ذ misunderstand طريقة للماه أنا لديه فقط واحد هنا ولكن أحب الناس أحب الناس لديك أيضاً مكان جميلة فقط في بقمور وهو جميل جميل نحب الناصرية كلشه فأول يوم وصلين هنا ويقولون راح نروح للشبايش هل تذهب إلى المارشة؟ نعم، نعم ستكون لديك فن هنا وأنا جميلة من الناصرية وهذا الفيديو ننتقل إلى الموصل انطلقت يوم أمس فعاليات مهرجان ربيع في مدينة الموصل بمحافظة نينوى بنسخة السابعة سابعة وثلاثين المهرجان يتميز بالاحتفالات الملونة والأنشطة المتنوعة التي تحكس التقافة والتراث العصيل للمدينة ويتم خلال استعراض العديد من الأنشطة والفعاليات التي تعبر عن تاريخ وتراث الموصل كالرقصات الشعبية والأغاني التراثية بالإضافة إلى عروض الفنون اليدوية والتقليدية للمزيد من أحداث وقصص السوشال ميديا تابعونا بعد الفاصل أهلا بكم من جديد نكمل حلقتنا مع أبرز الترندات العربية وبالتأكيد نبدأ من فلسطين وفيديو لطفل من غزة يجمع قطرات الماء ليروي عطشة وأيضا يملأ زجاجة لي كان يحملها بين يدي لنشاهد في غزة إرادة الحياة تنتصر دائما ففي مدرسة القدس بمدينة رفح احتفل ثلاثة شبان بزفافهم واستحتفاء وحضور النازحين في المدينة الشبان الثلاثة قرروا الزواج وكسر حاجز الخوف والاحتفال رغم استمرار الحرب من غزة وهذه الفيديوهات ننتقل إلى مشهد عجيب أثار استغراب المتابعين أظهر تشكل بحيرات ضخمة في الصحراء في سلطنة عمان بعد الأمطار الغزيرة وسيول التي اشتاحت السلطنة مؤخرا موسيقى من سلطنة عمان ننتقل إلى مصر تعبيرا عن تضامنه مع أهالي غزة ناشط مصري قام برفع العلم الفلسطيني إلى جانب العلم المصري فوق قمة هرام خوفو بمدينة الجيزة المصرية هذه كانت مشاهدين أيضا بعض الفيديوهات التي تم تداولها في الترند العربي ننتقل الآن إلى الترندات العالمية ونبدأ مع فيديو لرجل بريطاني يتفاجأ بالتطور الموجود في الصين ونشر مقطع فيديو تحت عنوان الصين تعيش بالفعل في 2030 رجل طلب مشروب من ستاربكس فتفاجأ أن عملية التوصيل تمت عن طريق طائرة درعنا لنشاهده لنشاهده سنعود الاجتماعي بكثير دعونا نجحن الآن سوف يتجرون الاجتماعي سنعود الاجتماعي هناك بكثير يجب التكلفذ الاجتماعي هناك ون確認سته ارغب مكتبة لذلك ويسف هناك سنعود الاجتماعي من الصين وهذا الفيديو ننتقل إلى الهند في الهند عرضت معلمة لعدد من العضات في يدها من مديرتها في أحد المدارس وقامت المعلمة بتصوير الفيديو وهي تبكي وتصرخ إنوشي حد موسيقى 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 مشاهدينها سبب هذا الاعتداء أن المديرة كانت تجري جلسة تجميلية في مطبخ المدرسة لتتفاجأ بتصويرها من قبل هذه المعلمة لأمر الذي أغضبها وجعلها تعتدي على المعلمة موسيقى إلى فيديو آخر تم تداولا أيضا في الترند العالمي سياح بنغلاديشيون قابلوا سياح هنود في منطقة سياحية على الحدود بين البلدين وبدأوا مباشرة بتراشق الحجارة دون سبب معروف موسيقى 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 اشتركوا في القناة في تركيا تم تداول فيديو يظهر سقوط مئذنة ضخمة لأحد المساجد شمال العاصمة أنقرة بسبب الرياح القوية التي ضربت مدينة تشانكيري ومن هذا الفيديو ننتقل إلى فيديو آخر توفي العشرات وفقد آخرون بسبب غرق عبارة مقتضة في بحيرة بوكو في بانجي عاصمة جمهورية أفريقيا الوسطى شاهدوا معي هذا الفيديو شاهدوا معي هذا الفيديو ترجمة نانسي قنقر منحات الإسبانية الفونسو ماسو وفي خطوة هدفها لفت الأنظار إلى جرائم الاحتلال بحق أهالي قطاع غزة كان بوضع مجموعة من أعمال الفنية في أحد الميادين العامة بمدينة غرناطة الإسبانية ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر حرب الإبادة الجماعية المستمرة على غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر مع هذا الفيديو تنتهي حلقتنا شكرا لكل من تابعنا إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر